اشتركوا في القناة والتفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم آمين أيها الأحبة موضوع الفتن موضوع كبير واختيار الإخوة وفقهم الله لهذا الموضوع فتن العصر الحقيقة جدير بالاهتمام وبالحديث وبالطرح اليوم الفتن تعج بنا من كل مكان والمتأمل لهذه الفتن يشعر أنه يراها كالحيران وهذه الفتن فعلا تجعل العاقل اللبيب حيرانا لشدتها ولكثرتها ولتتابعها أيضا وحديثي معكم هذه الليلة عن يوم الدار عن مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه يمكن يتساءل بعضنا يقول وش علاقة الصحابة بالفتن وليش هذا الموضوع حشرناه بين فتن العصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم كانوا سدا ذريعا منيعا لهذه الأمة عن كل فتنة ولذلك هم كالأبواب كالجبال التي كانت تمنع الشر عن وقوع الفتن على هذه الأمة وفي المقابل اللي يتعدى يتجنى يتهم الصحابة كأنه اتهم الدين بل اتهم الدين واتهم من صاحبه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتهم القرآن والسنة وأكبر دليل أن الصحابة كانوا سدا منيعا لهذه الفتن مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول عبد الله بن عمر كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فدخل علينا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا يقول فلما دخل علينا حذيفة طبعا حذيفة هو أمين السر لكل أسرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي كان يستأمنه على ما سيحدث على أحاديث الفتن ولذلك تجدون في كتب الأحاديث وفي كتب السير أكثر من يروي أحاديث الفتن هو حذيفة رضي الله عنه يقول فدخل علينا حذيفة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا فقال عمر لحذيفة يا حذيفة حدثنا عن الفتن نبغاك تحدثنا عن الفتن فقال حذيفة عن فتنة الرجل وأهله قال لا فهذه يكفرها الصلاة والصيام والصدقة يقول عمر أنا ما سألتك عن هذه حدثني عن الفتن الأكبر الكبار الجسام العظام فقال حذيفة يا عمر ما لك ولها يقول حذيفة أنا لا أريد أن أقول كلاما يعني يتعب عمر بن الخطاب بالمعنى العام يعني يضيق صدره يحمله هما على هم قال ما عن هذه سألتك حدثني عن الفتن قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب بينك وبين الفتن باب فقام عمر رضي الله عنه وهو يقول أيكسر الباب أم يفتح الباب هذا ينكسر ولا ينفتح قال بل يكسر يا عمر فقام عمر يبكي رضي الله عنه وأرضاه الصحابة ما فهموا فخرج عمر ثم التفت الناس لحذيفة قالوا ما الذي أبكى عمر وش العلم حدثنا لماذا قام عمر يبكي فقال إن الفتن التي تحدثنا عنها هي فتن آخر الزمان وإن أول هذه الفتن تكون بمقتل عمر الباب هو عمر بن الخطاب وكسر الباب قتله رضي الله عنه وأرضاه ففجع الصحابة وعلموا أن عمر بن الخطاب سد منيع أنا بسألكم سؤال عمر بن الخطاب سد على الأمة من كل الفتن أنت وأنا واللي سيشاهدني ولا المرأة هل أنت سد مني عن نفسك من الشيطان ترى هذا سؤال مهم حما بعضنا يدخل ويخرج ويظن نفسه في منأ هل أنت باب يسد به عن الفتن عن أمتك عن بيتك عن عيالك عن قبيلتك عن بلدك عن نفسك ولا أنك جسر وباب مخلوع يدخله ويلجه الشياطين شياطين الإنس والجن يتحركون ويدورون ويعثون في عقله وفكره وفي خلده أينما أرادوا وكيف شاءوا وهذا الكلام يوجه لشبابنا اليوم خاصة اليوم بعض عيالنا كان يصلي معنا في الصف الأول وفجأة تفاجأنا فإذا بيقتل عمه ولا خاله ولا يفجر لأنه فتح باب إلى نفسه وعقله وفكره إلى شيطان الإنس أو الجن فحدثه بما يريد الشياطين وأصبح أداة ينفذ ما يريده أعداء الدين الحديث اليوم عن عثمان بن عفان وسأتحدث عن هذا الصحابي فقط في وفاته وإلا الكلام عن سيرة عثمان وسيرة الصحابة هذا مجال طويل ليس هذا المقام الذي جئنا من أجينا تحدث خلافة عثمان بن عفان كم مدتها مدت خلافة عثمان بن عفان 12 سنة الفتنة التي حصلت في كم سنة في سنتين يعني العشر سنوات الأولى كانت في منتهى الاستقرار والإطمئنان والأمن والفتوحات والقوة والمنعة وفي آخر سنتين بدأت فتنة لم تكن تعهدها الأمة وأصعب سنتين مرت على الأمة في وقت عثمان تلك السنتين التي حدثت فيها الفتنة هذه الفتنة يا جماعة أنا ودي نستشعر عنا ما جينا نسولف يعني ما جينا نقص سوالف ونسولف حكايات أطفال عنا جايين نقول حدث حدث في الأمة أصبح ذلك الحدث إلى اليوم إلى اليوم آثاره السلبية والوخيمة والشديدة على الأمة إلى اليوم لا تزاد الأمة تتجرع ويلات ذلكم الحدث فتنة انتهت بمقتل خليفة رسول الله انتهت بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ولذلك هذه الفتنة انتشرت في الكوفة وفي البصرة وفي مصر طبعا هذه مقدمة عشان تعرفون كيف قتل عثمان ثم ما هو دورنا في مثل هذه الفتن التي تعصف بالأمة الفتنة الفتنة جاءت باتهامات تجاه عثمان رضي الله عنه وتجاه الولاة ولاة الأمصار اللي ولاهم عثمان رضي الله عنهم جميعا عزل عثمان ذلك الوقت عدد من الولاة الذين ولاهم في الكوفة وفي البصرة وفي مصر وفي الشام وفي اليمن عزل مجموعة بسبب تلك الاتهامات بسبب ثوار خوارج مجانين لا يريدون دينا ولا عقلا وهم ليسوا من الصحابة الذين قاموا بهذه الفتنة مجموعة جهال ثوار خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه لماذا ليش وكيف حنا نسمع ان حصل فتنة أنا اليوم سأختصر اللي حصل في هذه المحاضرة في هذا الوقت عشان أبصر نفسي وإخواني وأبنائي بحجم الفتنة التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه طبعا أحد أسباب أو من أسباب حدوث الفتنة كل أمة من الأمم يحصل فيها تطورات في مناحي الحياة كلها الحياة الفكرية والحياة كذلك الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية هذه التطورات تؤدي إلى اتساع رقعة بلاد المسلمين وبالتالي يحدث من المشاكل والأمور التي تدخل وتستغل من قبل الأعداء حن عندنا بلاد الروم بلاد الروم والفرص هذه دولتين عظيمتين أعظم ثلاث دول كانت موجودة الروم والفرص وكذلك النجاش الحبشة حينما كانت تعد امبراطورية كبيرة هذه الامبراطورية العظيمة سقطت على أيدي المسلمين في سبع وعشرين سنة أو أقل أوغرت ألبت علينا الفرص الفرص هم جالسين يتفرجون دولتهم تسقط وملكهم يزول هم جالسين يخططون على استعادة هذه الدولة واستعادة ما كانوا عليه وهذه أحد أسباب وقوع الفتنة أيضا من أسبابها أيضا العرب فتح عليهم المال والدنيا والله يكفينا وإياكم شر الدنيا لما تفتح الدنيا بشكل كبير وضخم ولذلك النبي أكثر ما خاف علينا إيش ما خشي علينا الفقر قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم وأن تتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أيضا كان في أعداد عادي مقدمة عشان تفهمون كيف قتل عثمان وليش كان هناك أعداد أجناس دخلوا الإسلام وهم حديثي عهد بإسلام لا علم ولا معرفة ولا فقه جهال دخلوا في الإسلام واستمروا على جهلهم ودخل في الإسلام أيضا عنصر جديد إضافي وكان في هذا العنصر في عهد النبي المنافقين لكن خرج منافقين جدد حنا اليوم عندنا منافقين جدد عندنا اليوم حداثة لبرلة لبرالية علمانية تحاول أن تشق الصفوف يلبس مثلنا ويتكلم بلساننا ويدعي المواطنة بل يدعي حب الإسلام ثم بعد ذلك يحفر ويخرق ويحاول هدم الإسلام وهو يدعي أنه يتباكى على الإسلام وعلى المسلمين طبعا قلنا عندنا منافقين جدد وعندنا كذلك حاقدين من دولة الفرس والروم الفرس والروم اكتشفوا أمر مهم وهذا اللي حصل اليوم اكتشفوا أن مواجهة المسلمين بالسلاح غير مجدية لأن المسلمين قوية قاتلوهم في بدر انتصروا قاتلوهم في أحد حصل انكسار في بداية لكن انتصر المسلمون قاتلوهم في اليرموق قاتلوهم في كثير من المواقع المنتصر المسلم العدد قليل والعتاد قليل وهناك بالمقابل العدو كبير وكثير وعتاده قوي وينهزم قالت الفرس لازم نشوف طريقة جديدة المسلمون ينتصرون علينا وهم أقل مننا عتادا وعبع وش السلاح الجديد سلاح الجديد الفتنة حصل أمر أيضا مهم سار في حرية طبعا الحرية مو بالمقصد فيها الانفلات اللي يطالب به اليوم الليبراليين والعلمانيين وغيرهم لا لا حرية الحقوق أنت مسلم لك حق وعليك واجبات تستطيع أن تطالب بحقك وتستطيع أن تقول في مطالبة حقك القول وتطالب به الحريات لأن الفرس والروم كانت مستعبدة الناس حتى الجاهلية العرب ولذلك قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وكأن الله جل وعلا يختبر الأمة ترى اليوم اللي يحصل كلنا ضايقت نصدورنا على ما يحدث اليوم في سوريا وكلنا يتألم على ما يحدث اليوم اليوم هذا لأهل السنة في العراق وما يحدث لكثير من المسلمين لكن هذا اختبار وامتحان للقيادات الحكومات والحكام المسلمين وللعلماء ولنا جميعا كمسلمين الله بيختبرنا اللي حدث من فتنة في ذلك الوقت اختبار يميز الخبيث من الطيب وين اللي يثبت بعضنا يصلي الفجر شهر وعقب شهر انقطعنا المسجد ليش اذا جاء رمضان امتلأت المساجد والصفوف وبدأنا نختم القرآن مرتين وثلاث وأكثر انتهى رمضان وقفنا الثبات يا جماعة على هذا الدين تحدي عظيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب تبت قلبي واصرف قلبي على دينك وفي لفظ على طاعتك الثبات للاختبار هذا اختبار للثبات الاف لام ميم احسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون والله قال بعد ايات الفتنة قال اتصبرون فيه صبر ولا لا حنا شفنا اخواننا في سوريا اول ما بدأت الثورة وبدأ هذا الظلم العدوان من قبل هذا النظام المستبد جائر الظالم كانت نداءات بعضهم نداءات وطنية ونداءات حزبية لكن لما ضاق عليهم الخناق فرج الله عنهم بدأت شعارات التوحيد تنطلق ما لنا غيرك الا انت يا الله هذا الاختبار الحقيقي اللي مرت فيه الامة في تلك الفترة كيف بدأت الفتنة في عهد عثمان فيه رجل اسمه عبدالله بن سبع هذا يمني يهودي واليهود سبحان الله شيخ الاسلام قال عن عن اليهود وعن الرافضة كلام كأنه يحكي واقي عن اليوم يقول الرافضة هم حمير اليهود اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدون الرافضة هم حمير اليهود يركبون عليهم في كل فترة ما في حدث في الامة اليوم الا وراه اليهود وراه ايران كل احداث الامم مقتل عمر على يد المجوسي مقتل عثمان على يد هذا عبدالله بن سبع وزمرته مقتل علي بن ابي طالب على ايدي اولئك كل ما حدث من فتن في الامة تجد ان اليهود فيها رأس او ذنب وتعمل الليل والنهار على هذا الاسلام وعلى المسلمين هذا اليهود عبدالله بن سبع تعرفون قصته لكن ادعى الاسلام ليتستر حط الاسلام مثل المسلح هذا ستار ويظهر للناس انه مسلم هو كافر منافق جاء ليكيد بالاسلام والمسلمين يجيد التحايل يجيد التآمر يجيد المراوغة على الاسلام والمسلمين تستر طبعا بالاسلام لهدف واحد يريد ان يضرب المسلمين من الداخل بدأ يتحرك شوفوا يا جماعة بعض الناس بليس والله ان بعض البشر من شدة شرة الشيطان يتعوذ منه وهذا ابن سبع نفس الفكرة ابن سبع تحرك في البلاد كلها في الحجاز في مكة في المدينة راح للشام الى مصر الى البصرة الى الكوفة الى اليمن حاول ان يجهز لهذه الفتنة اول ما راح وين راح راح المدينة لكنه ما استطاع المدينة صلبة المدينة مهبط الاسلام والصحابة موجودين حاول يزرع فتنة ما قدر شوفوا الايمان لما يكون عندك ايمان مع علم لا يمكن يفتك فيك لا مغرض ولا خارجي ولا ارهابي ولا جاهل لانك يحميك بعد الله ايمانك بالله والعلم الذي منبعه الكتاب والسنة فبالتالي هذا حصن ودرع تتحصن به وتتدرع به عن عدوك فكريا وايمانيا وعقليا وشرعيا وعسكريا لان الايمان اذا كان سلاحه العلم انتصر باذن الله جل في علا المسلمون هذا حاول في المسلمين قدر ما يستطيع شوفوا جسد المسلمين في بداية عهد عثمان يعني بعد العشر سنوات قوي انا شبه مثل الجسد الرجال القوي تخيلوا واحد داخل حرب انا شبه لكم الان الحالة للمسلمين في ذلك الوقت رجال قوي طالع من عشرة حروب هو منتصر وشايل للسيف والدرع في يده لكن فيه جروح لان لما دخل يقاتل جرح فيه دم ينزف مع كتفه ودم من ظهره لكنه متماسك قوي هذا عبدالله بن سبا جاء ينخر ويضرب هالجروح يطق هالجرح المريض عبدالله بن سبا لما جاء بعد عشر سنوات كانت الامة في عهد عثمان قوية لكن الجروح مع وجود المنافقين والجهال اتساع رقعة المسلمين لقى عبدالله بن سبا مدخل على عدد من ضعاف النفوس والمرضى والجهلة واولئك الثوار الذين لا يعرفون الحق ابدا وارادوا ان ينتصروا لانفسهم ولهواهم اللي حصل ماذا اللي حصل ان هذا الرجل كان متعاون مع النصارى لان بعض الناس يقولون معقولة رجال واحد استطاع ان يفتك بالامة انا اقول لكم مهم واحد كانت تساند دولة الروم وش الدليل على الكلام هذا مو بكلامي هذا كلام المورقين العمر الاول انه ما حدث قتال للمسلمين مع الرومان اللي كان عبدالله بن سبا موجود وحدث هذا في اكثر من معركة في ذات الصواري وجدوا عبدالله بن سبا كان موجود ينقل الاخبار وغيرها من المواقع الدليل الثاني ان عبدالله بن سبا فقير له بتاجر ولم يرث مال فجأة بعد الاسلام ورث مالا كثيرا واكتشف الصحابة ان الروم كانت تدعمه وكان ينفق من الاموال على اتباعه لمحاولة ضرب الاسلام وضرب المسلمين كذلك المسلمون لما رأوا هذا الموضوع انتشار المنافقين والجهال ترى المنافقين على الامة اشد من الكفا سورة البقرة عندكم الله ذكر صفات من اولا صفات المتقين وصفات من الكفار المشركين وصفات من المنافقين المؤمنين ذكر الله عنهم كم اية خمس ايات والكفار كم اية ثلاث ايات والمنافقين كم صفحة لانهم بلاء خطرهم شديد يندسون بمشالحنا وبثيابنا وبمظاهرنا ويتكلمون بألسنتنا وخطرهم علينا خطر عظيم جدا انتقل عبدالله بن سبا وراح المدينة ما قدر يخلخ الصفوف صلبة مستحيل وين راح قال بروح للشام الشام من كان واليها من كان والي الشام جاوبوا يا جماعة معاوية بن ابي سفيان معاوية قوية ومسيطر على الشام حاول ما قدر عبدالله بن سبا لان شخصية معاوية شخصية قيادية توجه وين توجه للكوفة والبصرة ووجد ارض مسرح العراق الى اليوم نستثني اخواننا طبعا اهل السنة لكن العراق الى اليوم بلد فتنة ولا تزال اليوم المالكي والاثنى عشرية هؤلاء المعممين خطرهم اليوم اليوم اخبار اليوم على الساعة ثلاث على اخوانكم ادعو لهم اخوانكم اهل السنة اليوم في الفلوجة جوعة يعانون يجوعون يقتلون اليوم بعداد كبيرة على ايدي هؤلاء الميليشيات الخطيرة الاثنى عشرية المعممة التي تدعي السلام والمظلومية الحوثية في اليمن تعثوا فسادا لكن هيا الله لها هذه العاصفة التي نرجو الله ان تكون مباركة فتعصفوا بهم ان شاء الله وحزب الله هذا الخبيث الاهوج الاطرم يصرخ بلسانه الذي لا يستطيع ان يجمع كلمتين على بعضها دون خطأ فيها ويزبد ويرعد في بلد ايضا هي بلد سنة في لبنان وحنا نعاني ولذلك تستغرب اليوم من بعض الناس خاصة هالمنافقين نقول له وين جهدك هذا على حزب الله وين كتاباتك على ايران وضد هؤلاء الحوثيين واتباعهم الذين يريدون نخر العقيدة والايمان وقتلوا اهل السنة اخواننا في هذه البلدان وفي غيرها شاهد الكلام انه دخل الكوفة والبصرة ووجد اناس جهال ومتأثرين وخارجين واستطاع انه يؤثر عليهم انتشرت الفتنة في الكوفة في البصرة واصبح العبدالله بن سبع اتباع بعدها انتقل وين الى مصر يوم راح الى مصر استقر فيها واشعل الفتنة في مصر حاول يهدم الدين مباشرة ما استطاع بدأ يتحرك وينشر الاشاعات عن من؟ عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه الى اليوم للأسف الشديد بعض حتى كتب السنة كتبت نقلا عن بعض المستشرقين خرافات واتهامات لم يتأكدوا منها ولم يمحصوها تجاه هذا الامام الخليفة الجليل العادل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن صحابة النبي اجمعين من اعظم التهم التي وجهت الى عثمان بن عفان والافتراءات واش قال عنه عبدالله بن سبع هو يحاول ان يهيج مشاعر المسلمين قال لهم ترى عثمان بن عفان ضرب عمار بن ياسر حتى فتق امعاءه وبدأ يؤلب الناس على ان عثمان متسلط وهذا الكلام غير صحيح عمار بن ياسر اللي يعرف قصته تزوج من عمار بن ياسر عمار بن ياسر طبعا حصل بينه وبين عتبة بن ابي لهب عتبة بن ابي لهب طبعا اسلم متأخر وهو ولد ابو لهب لما حدث بينه وبين عمار بن ياسر مشادة عاتب عثمان بن عفان عمار وعتبة كوالي وخليفة يقيم الحق والعدل فاخذها عبدالله بن سبع وحاول الترويج والكذب والافتراءات والاتهامات وتزويد الكلام وكل هذا الكلام انه ضرب عمار بن ياسر وانه فتق معاه لايس له ابدا صحة ثم بعد ذلك عمار بن ياسر هو اول من دافع عن عثمان بن عفان ودخل على المسلمين ووقف عند هؤلاء الثوار وقال لهم ايها الناس عثمان بن عفان اشترى بيء الرومة وسقاكم يوم العطش وشهد النبي له بالجنة وتمنعون عنه الماء والطعام كيف يفتري هذا وامثاله ويأتي بهذه الى كاذيب وقالوا انه ضرب عبدالله بن مسعود وانه كسر اضلاعه وهذا كله لا صحة له عبدالله بن مسعود عثمان بن عفان تعرفون جمع المصحف اول من جمع المصحف من الصحابة من من يعرف ابو بكر الصديق وثاني من جمع عثمان الجمع الثاني كان حذيفة رضي الله عنه وابو ذر سمعوا ان اناسم حول حدود الرومان يقرؤون الاية كما سمعوها ويختلفون في الاية فكتبوا الى عثمان بن عفان ان الناس اختلفوا في الاية فقال عثمان اجمعوا المصحف الذي كان عند من من زوجات النبي عند حفصة وكانت بعض الصور مكتوبة في رقع فجمعها عثمان ونسخها سبع نسخ ارسل نسخة للشام ونسخة لليمن ونسخة للكوفة ونسخة للبصرة ونسخة لمكة ونسخة في المدينة وقال كل من كان عنده نسخة من المصحف عليها ان يحرقها غير التي نسخت خوفا ان يلتبس على الناس في الرواية وهذا عمل يشكر عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت هناك نسخة عند عبدالله بن مسعود اراد ان يحتفظ بها لنفسه فطلبها منه عثمان وقال سمعا وطاعة فحرقت تلك النسخة التي كانت عند عبدالله بن مسعود هذا كل ما حصل الافتراءات التي قيلت كلها كذب اتهموا ايضا عثمان بن عفان بانه نفع ابو ذر الى الربدة ابو ذر كان موجود رضي الله عنه وارضاه في مصر واشتكى اليه والي مصر قال ان ابا ذر يفرض علينا ان نقرأ من النسخ التي عندنا وعثمان يحترم الصحابة رضي الله عنهم فقال ارسله الي معززا مكرما فلما اقبل عليه في المدينة رحب به واستقبله وقال مرحبا باخ الكريم اردتك ان تجاوي الرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ابو ذر سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابا ذر اصدقكم لهجة رجل في لهجة في حجته قوي اطلب الامارة في وقت النبي فرفض النبي قال واني لانصحك او امرك ان لا تتولى امر رجلين انت قوي في الحق وصادق في لهجتك لكن الامارة صعبة عليك عثمان بن عفان لما جاء عندها ذر ابقاه عنده واستاذنه ابو ذر يطلع من المدينة الى الربدة فوافق انه يخرج بناء على طلبه يقول ابو ذر سمعت النبي يقول عني او يقول لي يا ابا ذر انك تعيش وحدك وتمشي وحدك وتموت وحدك وطلع رضي الله عنه امات في الطريق فمرت قبيلة فوجدوه فصلوا عليه ودفنوه في موقعه الذي مات فيه رضي الله عنه وارضاه ايضا من الاكاذيب التي تفترى على عثمان رضي الله عنه وارضاه انه حرق المصاحف وحن ذكرنا لكم لماذا احرق النسخ حتى يبقي النسخ التي جاء بها الحفاظ والكتب الذين كتبوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وغيرها من الاتهامات يا جماعة عثمان بن عفان متصل بربه قوي عشر سنوات في عهد عثمان والامة قوية قالوا من بعض التهم قالوا انك تولي بني امية قبيلة عثمان من يعطيني وش السبب ان عثمان ولا اغلبا ولاه من بني امية من يعرف لان قبيلة بني امية اكثرهم عددا واكثرهم وجاهة ونسبا واكثرهم معرفة بتسميتنا المعاصر اليوم السياسية ولا يولي الا الكفو الذي تبرأ به الذمة دينا وامانة وقوة وخلق وهذا امر مشروع والنبي ول من بني امية من ول وابو بكر كذلك وعمر كذلك وقالوا ان عثمان يعطي بني امية قرابة من المال ما لا يعطي غيرهم فقال لهم ان هؤلاء رحمي وعندي مال عثمان تاجر واني اعطيهم من مال الخاص فمن وجد انني اعطيتهم درهما واحدا من بيت مال المسلمين فليأخذهم مني بالقوة انا ما خليت من بيت مال المسلمين اذا هذه بعض الاتهامات فندناها ردا على كذبي اولئك القوم الذين قالوا عن عمر او عن عثمان رضي الله عنه ما ليس بحق قالوا له من التهم ليش ترقى على المنبر الرسول لما مات عليه الصلاة والسلام كان كان على منبر ثلاث درجات كان الرسول يقف على الدرجة الثالثة لما توفي وتولى ابو بكر الخلافة نزل ابو بكر في الدرجة الثانية لا يريد يقف على درجة النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابو بكر وقف عمر على الدرجة الثالثة عثمان بن عفان يوم جاء قال لو نزلت في الارض لجاء من بعد يحفروا الارض وتركوا سنة الوقوف على المنبر وهذا ما نهينا عنه ثم في عهد عثمان توسع المسجد توسع طولا وعرضا وسار المنبر المنبر من حكمه مثل ما انا جالس انا امامكم على الكرسي كلكم تشاهوني فمن حكمه ان المتحدث حتى في فن الخطابة ابلغ منبر يؤثر في الناس منبر الجمعة لان الخطيب واقف وعلى المنبر مرتفع ويرى تقريبا اغلب الناس ويرونه قديما ما كان فيه مثل الان لواقط وسماعات ومكروفونات كان الخطيب يحتاج الصعود حتى يسمع صوته والناس جلوس وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا المهم ان عثمان بن عفان كل التهم التي اتهم بها رد عليها وليس لها من الاساس صحة طيب ما الذي حدث بعد ذلك اللي حدث انهم قالوا طبعا عن عثمان بن عفان قويل كثيرا طبعا تعرفون من جملة ما قالوا قالوا انه تخلف عن غزوة بدر واش نرد عليهم من يعرف ليش عثمان ما حضر غزوة بدر ايه ليش ما حضرها لان زوجته من هي زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام والذي امرها ان يبقى معها منه النبي قال ابقى يا عثمان مع رقية ولك الاجر ولك الاجر والسهم كسهمنا ثم ان النبي ما خرج لقتال غزوة بدر ما كان الخروج للقتال اصلا كان الخروج للعير هذا رد قالوا يوم احد انه فر ما فر عثمان يوم احد لما اشيع يوم احد ان النبي قتل رجع الصحابة ليحموا المدينة من عداوة الكفار في ذلك الوقت والله جل وعلا ايضا عفى عنهم كما جاءت ونصت على ذلك العاية ولقد عفى الله عنهم واما قولهم انه ما حضر بيعة الرضوان كيف يحضر وهو اللي كان يفاوض قريش الرسول ارسله يدخل الى قريش جوه يروح الى مكة ويفاوضهم ولما جاءت المبايع الذين بايعوا النبي قال اشهد واللهم فاشهد يقولها النبي ان كف هذه يدي باعة عن عثمان رضي الله عنه الرسول بايع عنه حتى قال بعض الصحابة والله ان كف النبي يد النبي لعثمان افضل من ايدينا كلنا لما بايع النبي صلى الله وسلم عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه هذه التهم مردود عليها ولذلك عبدالله بن سبا استطاع انه يؤلم الناس من هذا الجانب ويحاول انه يفعل في الناس الشيء الذي لم يفعل وهذا الرد بالمناسبة اللي قلت لكم فيما يتعلق في غزوة بدر وبيعة الرضوان هذا رد عبدالله بن عمر ليس ردي ترى وله برد واحد من العلماء عبدالله بن عمر يقول اقبل علينا رجل ثائر هائج من هالشباب الثوار من مصر يقول فلما اقبل علينا قال افيكم احد من اصحاب رسول الله يقول قمت قلت نعم انا من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اني سائلك ومشدد عليك في المسألة قال اسأل قال اوى تخلف عثمان عن غزوة بدر قال نعم قال اوى خرج عثمان فر بعد غزوة احد قال نعم قال اوى لم يبايع عثمان في بيعة الرضوان قال نعم يوم قال لها نعم 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 قالها الاهوج الله هو اكبر خرج الحق العقليات الصغيرة قال لها عبدالعور اهدأ والزم غرسك واعرف قدرك اصبر عيب وين من انت لذلك تستغرب يجي اليوم بعض شبابنا يحفظ الاربعين النووية وجزء عم ويلاخبط في النازعات ويكفر المفتي ويبدع المشايخ ومصيبة وجالس شغال لو تقول له وش نواقض الاسلام ما عرف يعددها والله اني سألت احدهم عن نواقض الاسلام وجعل منها المسح للخفين وهو يعدد لي قابلت عند احد المساجد وقال كلام لو اجتمع له كبار بدر توقفوا في الكلام فيه حتى يستشيرون يكفر دولة ويكفر علماء وكلام طويل فجلست وحاورة من جملة كلامي معه قلت لان تعرف نواقض الاسلام قال لي قلت يالله قلها ومن ضمنها قال المسح للخفين قلت يا حبيبي رح تعلم نواقض الاسلام بعده تعال كفر خلق الله وهذه مصيبتنا اليوم يأتينا بعض الناس اذا ظن الانسان انه احسن الخلق واكملهم دينا وامانا وعلما ومعرفة فهو اقلهم شأن لا يمكن يصدق انه افتراء اقصد في الاتهامات على عثمان رضي الله عنه واننا اهل السنة والجماعة عندنا ما يمكننا الرد على تلك الافتراءات وذلكم القول الباطل الذي لا ينبغي ان يقال اليوم رد التهمة حنا في فتنة شوفوا يا جماعة انا اعتبر الكلمتين هللي بقولها الان في دقيقتين هي زبدة اللقاء الفتنة اللي تحدث اليوم عبدالله بن سبأ ما كان يريد قتل عثمان ترى ما كان هدفه قتل عثمان كان هدفه اسقاط الخلافة كان الهدف هدم الاسلام من قواعده كان الهدف اثارة فتنة وبلبلة في بلاد المسلمين كان الهدف اسقاط الخلافة الخلافة بدأها وسقطت عام الف وتسعمية واربعة وعشرين في دولة في ايام الخلافة العثمانية لكن هو الذي اشعل الشرارة الاولى يريد تشتيت وحدة الامة حنا نسمع كلمة وحدة واعتصام واعتلاف وتكاتف حنا ديننا ايش التوحيد وش معنى التوحيد ان تتوحد الامة على لا اله الا الله وان تجتمع الامة تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان نسمح لزيد وعمر وعبيد من شرار من القوم والخلق والاعداء يفتت هذا الكيان العظيم نختلف انا وانت في فروع لا حرج دون المساس للاصول ولا الشخصنة لكن يبقى الاسلام عزيزا منيعا لا يمكن ان نسمح ان نكون نحن رماح وسهام توجه على الاسلام والمسلمين بافعال الاعداء من المنافقين في الداخل او العدو الاكبر من الصهاينة والنصارى وغيرهم من اعداء الملة والرافضة يجب ان يكون عندنا عقول فجمع عبدالله بن سبا الثوار في الكوفة والبصرة وفي مصر وش قال لهم اشترط ثلاثة شروط شوفوا الخبث قال اول شرط اسمعوا تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر ليش وش السبب قال حتى تستميلوا الناس تحببون الناس فيكم يقولون ما شاء الله هذول والله جيدين شف شكله ما شاء الله يا اخي هذا امر بمعروف وناهي عن منكر هذا محتسب هذا يحب الخير يقول استميلوا قلوب الناس الامر بالمعروف انه منكر شعيرة وركن ودين ويفتخ كل مسلم ان يكون اامرا بالمعروف بالمعروف وناهيا عن المنكر بالمعروف لكن لا يكون تمرير لمصالح وتستر لا هو يريدها كذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال اذا احبكم الناس قوموا واخرجوا على الولاة وش استفادت الناس من التأليب على الولاة ماذا استفاد البشر في التاريخ كله قد يكون عندك والي حاكم ظالم مجرم لكن هناك اصول ضوابط في التعامل مع هذا الشخص اذا وصل هذه المرحلة اما التأليب على ولي الامر بعض الناس يتوقع هذا الكلام خوف ومداهنة هذا ليس خوف ولا مداهنة هذه نصوص نصوص صريحة صحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم لا تحتاج الى ان الانسان يتستر بكلمات وتمويه ولا يعني ذلك التنزيه المطلق للحاكم والملك والامير لا 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 لكن التأليب الخروج على ولي الامر الفتنة التي تحصل ويعقبها وحنا شفنا اليوم كثير من البلدان اليوم تعاني من ذلك الامر ومن جراء ذلك الذي حصل ثم الشرط ثم الشرط الثالث قال تخرجون على عثمان وتطالبون بعزله ليش قال لانه لا يصرح للخلافة وقد اخذها بغير وجه حقها انتشر الامر وبدوا الناس هل مجانين الجوهال في الكوفة والبصرة ينشرون الامر كان والي البصرة منه او والي الكوفة الوليد بن عقبة صحابي جليل الوليد بن عقبة كان يؤدبهم اذا شربوا الخمر قام الحد اذا سرقوا قطع يديهم يقيم حدود الله كرهوه وكتبوا فيه لعثمان بن عفان انه ظلمنا وانه فعل فينا وانه شديد علينا فعزله عثمان بن عفان درأا للمفاسد وارسلهم سعيد ابن العاص والي يوم جاء سعيد ابن العاص يدخل الكوفة استقبلوه في مدخلها وضربوه وطردوه ورجع رضي الله عنه الى عثمان قال انهم لم يستقبلوني ولم يقبلوني قال من يريدون وسألهم من تبغون عليكم والي قالوا نبغى ابو موسى لاشعري اختيارات يعني عباطة فقط ارسل عثمان ابو موسى قال انت والي على الكوفة لما دخل ابو موسى على الكوفة تعرفون ابو موسى صوته جميل وقال النبي سلم اتيه تمزمارا من مزامير يالي داود فلما دخل عليهم دخل وقت صلاة المغرب قالوا تعال فصلي بنا قال لا اصلي بكم حتى تبايعوني على خلافة عثمان بن عفان فقاموا في المسجد بايعوه على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة على المسلمين لكنهم مجانين بدأوا يثيرون الكلام ويؤلبون القول على عثمان بن عفان وصل الخبر لعثمان جمع كبار الصحابة قالوا اش رأيكم اشيروا علي قال نشير عليك ترسل عدد من كبار الصحابة الى مصر و الى الكوفة و الى الشام و الى البصرة يشوفون اش الوضع ويأتونك بالاخبة واليمن فارسل عمار بن ياسر الى مصر وارسل القعقاع ابن عمر الى الكوفة ومعه محمد بن مسلمة وارسل الى الشام عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وارسل الى البصرة اسامة بن زيت شفتوا الاسماء كبار الصحابة وسوى عبدالله بن سبا درى ان عمر ان عثمان ارسل مجموعة يشوفون الوضع ويعلمونه فقال للثوار اهدأوا اركدوا لا تسووا مشاكل اذا جاءوكم هؤلاء فتعاملوا مع الناس كما يتعامل اصحاب عثمان معه جو الصحابة ادخلوا البصرة الكوفة مصر الشام لقوا الامور مستتبة ولا فيه مشاكل ولا فيه فتنة طيلت مكوثهم قرابة شهرين ما شعر الصحابة باي كما يقال نسمة فتنة فرجعوا الى عثمان بن عفان وقالوا ما شفنا شيء هدأت الامور ثم جاء موسم الحج اقترب موسم الحج ولما جاء موسم الحج بدأ الناس يذهبون للحج بدأ الان عبدالله ابن سبأ يؤجج الناس على ولاة الامصار وبدأ يختار مجموعة اختار مجموعة يريدهم يذهبون الى المدينة يسيطرون عليها عثمان بن عفان وصل خبر ان فيه ثوار يتكلمون به وعلى الولاة قبل الحج قال اجمعوا لي الولاة معاوية بن ابي سفيان وعمر بن العاص وابي موسى الاشعري فاجتمعوا فقال معاوية ان هذا امر يدبر بليل قالوا اش الحل قالوا نرى ان يجمع رؤوس الفتنة وتقتلهم لقول النبي اذا ادركتمهم فاقتلوهم قال اما والله اني اعلم ان هذا هو الحل ولكني لا افعل ليش يا عثمان قال والله لا يراق دم امرئ مسلم بسبب عثمان بن عفان رجعوا الولاة واستمر الامر يوم جاء شهر شوال سنة خمسة وثلاثين للهجرة الناس تبين تطلع للحج اللي بره في مصر والشام يمشون من شهر شوال عشان يدركون الحج والكوفة والبصرة طلعوا الخوارج الى المدينة يريدون الان قتل عثمان بن عفان جاء عبدالله بن سبع اختار من مصر من الكوفة من البصرة ستمية شخص من كل بلد يعني من مصر ستمية من البصرة ستمية من الكوفة ستمية ووزع كل هؤلاء ستمية على اربعة فرق كل فرق مية وخمسين شخص وبدأ يقسمهم على هذا الاساس لما وصلوا المدينة اغلب الناس في المدينة اطلعوا راحوا الحج كان باقي علي بن ابي طالب الزبير من كبار الصحابة طلحة رضي الله عنهم جميعا الحسن الحسين والمدينة شبه فضت وعثمان بن عفان يخرج للحج قبل الحج بايام بعشرة ايام بنحوها فلما اقبلوا على المدينة بدأ الان شوفوا شوفوا المكر الخبث كيف يحاولون زرع الفتنة قالهم تعالوا انتم يا اهل مصر اذهبوا الى علي بن ابي طالب وقولوا له ان عثمان ما يصلح للخلافة وان اخترناك علينا خليفة شوفوا شوفوا الخبث هذا الاهل المصر اما انتم يا اهل الكوفة روحوا للزبير من العوام وقولوا ان عثمان ما يصلح خليفة واخترناك خليفة للمسلمين هو ذكي يبغى فيما لو اتفقوا على الخروج على علي بعدين يختارون في من يختارون عشان تبقى الفتنة ويبقى القتال اصلا واهل البصرة قالهم روحوا الطلحة وقولوا اخترناك على عثمان وهو لا يصلح خليفة وانت اصلح خليفة لما جاء اهل مصر الى مصر الى علي قالوا يا علي ان عثمان لا يصلح خليفة لنا وان اخترناك خليفة على المسلمين نريد ان نبايعك فنظر اليهم علي علي كان يكلمهم قيل انه كان جالس وقال بعض المؤرخين اهل السير انه كان على فرسه قيل فنزم على الفرس قال اما والله ان هذا الجيش الذي جئتم به انه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا لا صحبكم الله نفس الكلام قيل للزبير وقيل لطلحة وسبحان من الهمهم الذهب يقول فذكروا نفس الجملة كأن الله الهمهم فرد الزبير ورد طلحة قالوا اما والله ان هذا الجيش لملعون على لسان رسول الله عودوا وارجعوا لا صحبكم الله استغربوا ارجعوا الثلاثة الثلاث فرق الى عبدالله بن سبأ قالوا انت مخبول مجنون حن جينا الناس وكلهم طاروا فينا يقولون علي عثمان بن عفان هو الخليفة انت تقول كلام غير طيب خاف عبدالله بن سبأ الخطة والترتيب خربت فقالوا اشتبون قالوا نرجع قال يلا مش هنا فرجعوا فلما وصلوا الى منطقة بين المدينة مفترق يعني طرق لهم فاذا بثلاثة رجال شوفوا التخطيط في ثلاثة رجال عبدالله بن سبأ زور خطابات باسم عثمان بن عفان وختمها بختم عثمان قيل زوره وقيل سرقه وبعض الهل السيرة يقولون فقد ختم عثمان بن عفان بعد تلك الحادثة فكتب كتاب من عثمان بن عفان الى والينا في مصر يصلك هؤلاء الثوار فاذا وصلوا اليك فقطع ايديهم وارجلهم وصلبهم من خلاف عثمان بن عفان وكتب هذا للكوفة وكتب هذا للبصرة وهذول اللي معهم الخطابات الثلاثة يمروا على الجيش يقولون لهم كذا لا احد يقربنا معنا خطابات سرية من عثمان بن عفان الى الوالي حقكم هذا يعقل هذا هذا كتب التاريخ فقام الناس بطبيعة الحل فامسك كل اهل منطق اهل مصر اهل الكوف البصرة فجردوا الشخص هذا وفتحوا الكتاب لما شافوا الخطاب مكتوب بقتلهم وهو زور مزور ثاروا من جديد بل ثاروا ثورة اشد من ثورتهم الاولى فارجعوا الى المدينة هالمرة راجعين بحماس وهوج وجهل وحنق شديد على عثمان بن عفان ودخلوا المدينة وهم يكبرون دخلوا في الليل يقول على ابن ابي طالب الله ما قام اهل المدينة تلك الليلة الا على صراخهم وتكبيرهم الله اكبر كأنهم منتصرون فدخلوا فاذا بهم يحيطون بالمسجد بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحيطون ببيت عثمان ابن عفان فاطلعوا الصحابة والناس اهل المدينة فاذا بهؤلاء الثوار يحيطون ببيت علي ابن ابي طالب عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه هنا الصحابة اجتمعوا ودخلوا على عثمان المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود وعلي ابن ابي طالب والحسن والحسين وطلحة والزبير فدخلوا عليه وقالوا يا امير المؤمنين ان نخيرك بين ثلاثة امور ثلاثة اشياء اما ان تلبس الاحرام وتطلع لانهم اذا شافوك محرم ما راح يقربونك بيقولون احتراما للاحرام واما ان تخرج الى الشام عند معاوية ابن ابي سفيان لان عندها قوة فيحميك ونقاتلهم نحن واما تأمرنا الان بقتالهم نواجههم فرد عليهم عثمان بن عفان قال لا والله لا افعل ولا واحدة من تلك الثلاث ليش يا عثمان قال والله لو خرجت لهم محرما لقتلوني لانهم يروني انيني من الظلال وهذا اللي حاصل يوم يا جماعة والله ما اشبه الليلة بالبارحة احد يدخل على واحد في مسجد يقتله نعوذ بالله من الفتنة احد يقدر بابن عمه واخوه بحجة انه يشتغل عسكري ولا في المباحث هذا عاقل هذا والدين هذا الهوج والجهل والضلال المبين والفتنة العظيمة التي تجعل العاق الحيران يقول والله لو لبست الاحرام وخرجت اليهم لقتلوني لانهم يرون انني من الضلال وعما ان اذهب الى معاوية والله ان اذهب الى معاوية حتى يقول عني بانني خوار خواف وكيف اترك جوار النبي صلى الله عليه وسلم وانا بها العمر عمر عثمان ذاك الوقت كم اثنين وثمانين سنة يقول كيف اترك المدينة واترك جوار النبي عليه الصلاة والسلام اما قتالهم فلا والله لا يراقد ممرئ مسلم بسبب عثمان لقد عاهدني رسول الله عهدا واني لموفيه اياه الى ان القاه على الحوض صابرة يذكره قصة ابو موسى الاشعر يروي رواية في الصحيح يقول جئت مرة نبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدته وقالولي تجده عند البئر عند بئر روما يقول فجئت فوجدت النبي البئر داخل مزرعة وباب المزرعة يقول يوم طليت ابو موسى لنبي جالس وقد ادلى يعني نزل رجليه عليه الصلاة والسلام وادخلهما في البئر يقول ابو موسى انا رأيت النبي مرتاح يعني بعيد عن الصجة فما اردت ان ازعجه ما ودي اكدره فوقفت عند باب المزرعة يقول عينت ونفسي بوابة يقول من راسي يعني قدحتها من راسي وقلت انا اسير حارس يقول فوقفت عند الباب قلت والله لا يدخلن احد على النبي ابدا مدامه مرتاح خله وهذه لفته جميلة اذا شفت فوق زوجتك او المرأة رأت زوجها انسان تحبه في لحظة من اللحظات عندها ما يسليه ما لم يشغل باله فلا تكن سبب في جلب الهموم والازعاج عليه يقول ابو موسى فوقفت عند الباب يقول فداء جاء ابو بكر يوم جاء بيدخل يقول منعته ممنوع وين قال ابو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل حتى تستأذن قال له ابو بكر من لي حطك من عينك قال انا والله جئت ووقفت ممنوع قال طيب استأذن لي من رسول الله ودخل قال يا رسول الله السلام عليكم عليكم السلام قال ابو بكر يستأذنك قال من وضعك انت على الباب انت من لي قال لك اعرض قال رأيتك في راحة فوضعت نفسي قال حسنا فعلت من عند الباب قال ابو بكر عند الباب اا اذن له قال اذن له بالدخول وبشره بالجنة وطلع قال يا ابو بكر الرسول يأذن لك بالدخول ويبشرك بالجنة يقول فدخل ابو بكر وجلس على يمين النبي عليه الصلاة والسلام على البير على حافة البير يقول ونزل رجله مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوية لجاي عمر يقول وانا اهاب عمر عمر قوي يقول فلما رأيتها قلت لي عمر معلش انا عيني الرسول السلام وممنوع الدخول قال استأذن لي من رسول الله فدخل قال يا رسول الله ان عمر يستأذنك قال ائذن لعمر بالدخول وبشره بالجنة يقول فأذن له بالدخول وجاء يقول ابو موسى تمنيت ان اخي يأتي يقول الرسول الجالس يبشر بالجنة يالي اتخوه يجي عشان يبشر بالجنة يقول فمكثت مليا شوي قال لا عثمان بن عفان جاي يقول فاستأذنني فذهبت فاستأذنت له رسول الله ثم سكت الرسول مليا قلت يا رسول الله ان عثمان يستأذنك يقول سكت الرسول قال ائذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يدخل بها الجنة ما قالها للعثمان يقول فخرجت إلى عثمان فقلت له ما قال النبي يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك قال فقال عثمان الله المستعان الله المستعان حسبي الله ونعم الوكيل ادخل عثمان اجلس في مقابل ابو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى حاول الصحابة رضي الله عنهم مع عثمان ورفض ولعل عثمان الاحاديث التي قالها النبي الله جعلته يمنع ان يتدخل احد فقال له علي ماذا نفعل قال انما قلت لكم لا يتدخل من احد حسبي الله ونعم الوكيل التفت علي ابن ابي طالب القبلة قال اللهم اشهد اننا بذلنا ما في وسعنا وبذلنا جهدنا وهذا ما امرنا به خليفتنا اميرنا هنا اول عشرين يوم الحصار يشتد على بيت عثمان والثائرين في بداية ذي الحجة لما اقترب موسم الحج بدأوا يحاصرون على بيت عثمان اكثر فمنعوه الماء تخيلوا عثمان ممنوع يشرب ماء ومنعوه الطعام فقال اسألكم بالله استحلفكم بالله ادخلوا علي ماء وادخلوا عليه ماء نت يقول علي رأيت الماء الذي ذهبوا به والله لا تشربه بهائمنا فبكى رضي الله عنه قال احفر لكم بئر روما ويبشرني رسول الله ببئر مثله في الجنة وترسل الي بئر او ماء نت ثم اتوا له بماء مالح من باء المحر فالدخلوه عليه رضي الله عنه وارضاه وبدأوا يشددون الحصار حتى جاءت ام حبيبة رضي الله عنها واخفت قربة ماء على بغلتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن امهات المين اجمعين وحطتها تحت البغلة تحت الشداد واخفت القربة وجاءت تريد الدخول على عثمان فنظروا اليها فقطعوا خطام بغلتها فسقطت رضي الله عنها وغضب علي بن ابي طالب قال اسقطتم امكم اسقطتم زوجة رسول الله اين عقولكم شوفوا لما يغلب الجهل والهواء ينسى الانسان ابجديات دينه ام المؤمنين ام حبيبة تسقط من على البغلة لانها الهواء الجهل لانها قلة التوفيق وعدم المعرفة فغضب رضي الله عنه وارضاه وادخلوا الماء على عثمان بالعنوة يعني بالغصب فشرب رضي الله عنه وارضاه ثم بدأوا يحاصرونه اكثر واكثر علي بن ابي طالب وقف مجموعة من الشباب يحرسون الباب الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وغيرهم هو رفض عثمان ان احد يقاتل لكن قال تبقوا على الباب فخرج عثمان يريد يصلي في المسجد تخيلوا خليفة المسلمين يا جماعة يمكن حنا الان نسولف على انها قصة حدثت يعني انا واياك تخيل ابوك ابوك يطلع في الشارع فيجد انسان يسبه او يشتمه عثمان بن عفان يمشي للمسجد ويطلع عليه واحد من هؤلاء قال عثمان والله لا اقتلنك يتوعد عثمان والله لا اضعن لحيتك في الارض والله لا امسحن بوجهك على ارضهنا هذا هذا كلام يقال لخليفة المسلمين يقال لرجل بشر بالجنة يقال لرجل من اصحاب محمد بن عبد الله عشان نعرف حجم جهل هؤلاء الى اليوم اللي جهلوا على عثمان وعلي ما يجهدون علينا ولا على رجال امننا ولا على امتنا هؤلاء جهلة تراهم هم هم يخرج من ضئضي هذا الرسول يخرج يقول يخرج من ضئضي هذا يعني من ظهره ولا نفس شاكلته ولا نفس فكرة اقوام تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وتحقرون طاعاتكم الى طاعاتهم يقرؤون القرآن حافظين القرآن هم لكن لا يجاوزوا تراقيهم يقرؤون القرآن هم يحفظونه لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لو معك السهم تريد تصيد لك غزال ومن قوة السهم دخل في الغزال وطلع من غير ما يأخذ لا شعر ولا دم ولا لحم هم لما دخلوا في الاسلام او الدين او تستروا بالطاعات ترى ما لهم من الامان شيء هذا مو بكلامنا هذا كلام ما لا ينطق عن الهواء صلى الله عليه وسلم فاخوة عثمان بن عفان يتوعدونه ويهددونه دخل المنبر بعد ما تكلم الاهواج هذا وصعد على منبر رسول الله ومسك العصى العصى اللي على المنبر عصى من؟ عصى النبي صلى الله عليه وسلم وقام واحد منهم وسحب العصى من عثمان وكسرها على فخدة قالوا اسكت ولا تحدثنا بحديثك هذا يوم كسر العصى اطلعت شضية قطعة من العصى ودخلت في رجله واصيب بالفالج وقطعت رجله مات وما من احد صاحب الفتنة بشره بالقتل ولو بعد حيب كل من شاركوا في قتل عثمان ما منهم من احد الا قتل او ذبح او سحل يعني سحب في سكك الشوارع والطرقات وإلا مات مجنونا خبلانا وهذه الفتنة التي مرت على المسلمين جعلتهم عاقلهم حيرانا اجتمع الناس ومنعوه قالوا نسوي حصار جديد نمنع عثمان يطلع يصلي بالمسلمين يوم جا يطلع يصلي مرة ثانية منعوه ثم ما الذي حصل عثمان بدأ يشعر ان الموضوع طخم وكبير اجماعة ليش عثمان ما اذل للصحابة بالتدخل يقول عبدالله بن عمر كنا جلوسا عند النبي ذات يوم جالسين عند الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدثنا النبي عن الفتن فمر علينا رجل مقنع متل الثم يقول بعض العلماء كان وقت برد ولابسها الرجال بردته وحاط لثام على وجهه من شدة البرد والرسول يتكلم مع الصحابة قال سيحدث لكم فتن لن ينجو منها ومر هل متلطم هذا الا صاحب هذا القناع او الرجل المقنع ومن كان معه يقول عبدالله بن عمر فقمت ابغمسك الرجال اشوف منه فادركته وهو على قناعه يعني متل الثم قلت اهو هو يا رسول الله هذا قال نعم هو هو يقول فخلعت لثام فاذا به عثمان بن عفان قال لن ينجو احد منها الا هذا المقنع ومن كان معه تقول عائشة رضي الله عنها يروي الحديث ابو موسى عائشة دخلت على النبي عائشة تروي عن ابي موسى او ابو موسى يروي عن عائشة انها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فدخل علينا تقول عثمان اسمعوا ذا الحديث مهم لانه يعطيكم ليش عثمان رفض ان الصحابة يتدخلون في قتال هؤلاء قالت فدخل علينا عثمان وقال ادنوا مني يا عثمان قرب وابتعدي يا عائشة ارجعي شوي فدنا عثمان من الرسول فانكب عليه فاخذ النبي كلمة يعني كلمة في ذنه تقول فارى في وجه عثمان يتغير والرسول يقول له اعقلت افهمت او عيت وهو يرجع يقول عقلت يا رسول الله فهمت يا رسول الله تقول عائشة فهو يتنهد يعني يقول له صدره له صوت ثم قال ادنوا مني يا عثمان تقول جلسي كلمة مرة ثانية قال عقلت افهمت او عيت قال نعم يا رسول الله حتى الثالثة قال فلما رفع الثالثة قال وعاه قلبي وسمعته اذني وتيقنه قلبي قال اصبر والموعد الجنة وش قال له ما يدرى يقول بعض المؤرخين وهل السير لعل النبي قال له سيأتيك الثوار واذا ارادوا قتالك فلا تقاتلهم وسيأتيك علي ومعاوية وغيرهم يطلبون قتالهم فلا تأذن ثم دخل الثوار قالوا يا عثمان انا نطالبك بان تعتزل ما نبغاك خليفة قال والله لا انزع ثوبا سربل لي اياه ربي والبسني الله اياه ثوب الخلافة انتم مجانين ثم حاصروه رضي الله وعنه في المسجد جاء بيطلع يصلي رفضه فجلس تخيلوا هذا الان انه بيت عثمان وراء وحنا ما نشوف اللي وراء نسمع الصوت فجلس عثمان ينادي قال افيكم احد من اصحابي رسول الله المسجد كان فيه الصحابة وفيه الثوار قالوا نعم نعم موجود فيه من الصحابة قال افيكم علي قالوا نعم قال افيكم الزبير قالوا نعم قال افيكم طلحة قالوا نعم قال اتسمعينني يا ام المؤمنين يا عائشة عائشة في حجرتها قالت نعم اسمعك يا امير المؤمنين ثم قال رضي الله عنه اناشدكم الله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوم ان دخلنا المدينة وبنا من العطش ما بنا فقال من يشتري بئر رومة وله الجنة وله مثل البئر فيها فاشتريته بحر مالي وفرح بذلك رسول الله قالوا اللهم انا نشهد قال الحمد لله اذا كيف يمنعونني ان اشرب ماء ليرتوي به قال يا اصحاب رسول الله اناشدكم الله والاسلام هل تذكرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او انني اشتريت بيت فلان بن فلان ووسعت المسجد النبوي مسجد رسول الله وبشرت ببيت في الجنة قالوا اللهم نعم اللهم انا نشهد قال الحمد لله قال لهم ثم بعد ذلك اناشدكم الله والاسلام اما تذكرون يوم صعدت على الجبل انا ورسول الله انا ورسول الله وابو بكر وعمر فاهتز جبل احد وقال النبي اهدأ احد فان عليك نبي وصديق وشهيدين قال اللهم نعم قال وهذا قبر نبيكم وهذا قبر الصديق وهذا قبر عمر الشهيد الاول وانا الشهيد الثاني اللهم لك الحمد ثم ناداهم رضي الله عنه قال اسألكم بالله واناشدكم بالله والاسلام اما تذكرون يوم قال رسول الله من يجهز جيش العسرة وهو يقف على منبر مسجده هذا فاتيته بثلاثمائة ناقة ثم بتسعمائة ناقة وجهزت جيش العسرة وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم قال واللهم انا نشهد قال لما يمنعونني ان اصعد على منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اين الزبير قال لبيك وسعديك يا امير المؤمنين قال اسألك بالله هل سمعت رسول الله يوم قال كل منكم يأخذ بيد جليسه فاخذت بيد جليسي فكان رسول الله هو الذي عن يميني وقال عثمان جليسي في الدنيا وجليسي في الاخرة قال اللهم نعم اللهم نعم شهدوا لي بالشهادة ثم قال يا عائشة يا ام المؤمنين انشدك الله والاسلام اما تذكرين يوم دخلت علينا انا ورسول الله وكانت رجله على رجلي او رجله على فخذي وكان الوحي ينزل على رسول الله وهو يقول اكتب يا عثيم وانا اكتب الوحي بيدي قالت اللهم اني اشهد اللهم اني اشهد فقال الحمد لله اذا كيف تقتلونني والله لو قتلوني هؤلاء فلا يتحابون بعد ابدا والله من قتلني سيموت مقتولا لا تسفكوا دمي لا تسفكوا دمي اللهم اشهد يا اصحاب رسول الله اني بريء مما قال هؤلاء واني بريء حتى تلقوني على الصراط يدافع عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي بن ابي طالب ائذن لنا بقتالهم قال اسألكم بالله لا تقاتلوهم وانصرفوا الى بيوتكم وانصرف الناس الى بيوتهم ثم اخذ اولئك الثوار يحاصرون علي يحاصرون عثمان رضي الله عنه فلما حاصروا واشتد الحصار تجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وجاءوا اليه وقالوا له يا عثمان اننا نريد قتالهم فاذن لنا قال والله لا اذن لكم فجاءه زيد وقال يا عثمان ان الانصار قد لبسوا لباس الحرب وانهم يقولون لقد كنا انصارا لرسول الله فاجعلنا انصارا لك اليوم نقاتل عنك ونذب عنك قال لا والله لا يراق دم امرئ مسلم بسبب عثمان فلما جاء يوم الخميس ليلة الجمعة بعد ايام التشريق السابع عشر من ذي الحجة تحرك جيش معاوية من الشام لكن هيهات هيهات تقول زوجته نائلة رضي الله عنها نام عثمان في مصلاها وقام وهو يتبسم ويضحك فقلت له من الذي يضحكك يا امير المؤمنين قال يا نائلة اني نمت الان فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال جوعوك يا عثمان قلت نعم قال عطشوك يا عثمان قلت نعم قال حاصروك يا عثمان قلت نعم قال يا عثمان اصبر ألا تحب أن تفطر معي غدا في الجنة أنا وأبو بكر وعمر قال نعم يا رسول الله فقام رضي الله عنه وقال لزوجه إني صائم غدا فصام رضي الله عنه ذلك اليوم وأخذ المصحف والقرآن يتلو ويقرأ حتى وصل قول الله جل وعلا في سورة البقرة فسيكفيك هم الله ثم أحرقوا باب داره أحرقوا الدار المباركة وأحرقوا أطراف البيت فقامت زوجته وقالت يا عثمان ائذلي أن أخرج إليهم وأن أخلع حجاب شعري لأن العرب كانت ذراءت المرأة أخرجت شعرها احترموها ووقروها فقال عثمان لا والله يا ابنة عمي لا يروا ظفيرة منك أبدا ثم دخلوا عليهم فتقدم أشقاهم وضرب عثمان بالسيف على يده اليمنى ثم قطعت وقال عمر العثمان لا إله إلا الله والله أكبر اللهم أشهد اللهم أشهد أن يد عثمان التي قطعت كتبت وحي نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إن يدي هذا هي أول من كتبت سورة قاف ثم تقدم عليه رجل آخر فضربه على رأسه بحديدة ثم سقط على وجهه وخرج الدم وتناثر على المصحف وأغلق المصحف وهو يقرأ قول الله بس يكفيكهم الله ثم قامت زوجته نائلة ودفعتهم عنه بيدها فقطعت أصابعها رضي الله عنها وارضا قالت فسقط عثمان على وجه وسمعته يقرأ فسيكفيكهم الله وهو يقول لا إله إلا الله لا تحزني يا نائلة إني سأفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط رضي الله عنه وارضاه وحمله المسلمون وصلوا عليه تلك الليلة ودفن في مقبرة البقيع وتقدم المصلون علي رضي الله عنه وقال اللهم اشهد أنني بذلت ما في وسعي وجهدي للدفاع عنه ولكنه أبى إلا أن يلقاك شهيدا مضرجا بدمه اللهم اشهد أن عثمان صبر كما أوصاه نبيك صلى الله عليه وسلم وكان يقول قبل موته رضي الله عنه اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشهد أني صبرت كما أوصاني نبيك صلى الله عليه وسلم وأخذ علي رضي الله عنه يقرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على السرر متقابلين نشهد الله جلت قدرته على محبة عثمان بن عفان وعلى محبة أبي بكر وعمر وعلي وعن ساري أصحاب النبي أجمعين وعن آل بيته وعنهم أجمعين وأمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات رضي الله عنهم أجمعين ونشهد الله أن نبرأ من فعل أولئك الثوار الخوارج ومن على شاكلتهم إلى يومنا هذا ومن يتجنون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيتي لنفسي ولإخواني ولأبنائنا الشباب أن نلتزم الكتاب والسنة وأن نسأل الله أن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطنه وأن نلزم غرس النبي والصحابة وأن نجعل الكتاب والسنة هي الطريق والمآل والمنبع لنا وأن نلتف حول العلماء الراسخين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين وأن نكون يداً واحدةً قويةً منيعةً بالالتفاف مع ولاة الأمري والاجتماع على الكتاب والسنة حتى نكون يداً حاصدةً لكل متربصٍ وعدوٍ لهذا الدين وهذه العقيدة وأقول خاتماً ومختتماً هذا اللقاء إننا اليوم نواجه أعداءً كثر في بلادنا هذه على وجه الخصوص في الجنوب اليوم عندنا حرب نتقاتل مع الحوثيين أذنى بالرافضة في جنوب البلاد يقاتلوننا بالسلاح والعتاد ولنا إخوانٌ وأبناء من رجال الأمني الذين هم اليوم يذبون عن دينهم وعن عقيدتهم وعن مقدساتهم ويحموننا بعد الله جل في علاه فادعو الله لهم بالتوفيق والتمكين والنصرة وأن يتقبل الميت منهم والمقتول شهيداً وأن يشفي المريض والجريح وأن يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم وأن يردهم إلينا وإلى أهليهم سالمين غانمين وأن يمكنهم من الحوثيين ومن المعتدين علينا وعلى ديننا وبلادنا إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى وأيضاً نقابل حروباً أخرى في بلاد المسلمين بلاد الشام تواجه حرباً ضروس يقودها اليوم هذا النصيري العابث والرافضة إيران وحزب الشياطين حزب اللات في من لبنان في أرض الشام ويشارك معهم بعض رافضة العراق وغيرهم والروس وليس لأولئك المساكين أهلنا في سوريا بعد الله جل وعلا إلا دعواتكم أنتم أيها المؤمنون فالله الله أن نلزم الكتاب والسنة وأن لا نفجع بأبنائنا أن لا نفجع بهم بأن يحيدوا عن الحق والهدى والطريق هذا سبيلكم هذا سبيل الهدى سبيل الرشاد طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر